جودة الماء أمر يشغل الجميع سواء في الكويت أو العالم بشكل عام ودائما الأبحاث والعمل مستمر لإيجاد أفضل الأساليب والطرق لتنويع طبعا مصادر المياه خصوصا عندنا في الكويت هنا والوصول إلى جودة عالية على حسب المقاييس العالمية وهذا الشيء لله الحمد الكويت توصلت من خلال حصولها على المركز الأول عربيا بجودة مياه الشرب دعونا نرى هذا التقرير ونرجع مع ضيوفنا مشاهدين أرحب معكم ضيوفنا المهندس مشعل ناصر السعيدي مدير مركز تنمية مصادر المياه والمهندسة خديجة عبد الرضا مشاري من مركز تنمية مصادر المياه مساكم الله بالخير مساكم الله بالنور ومبروكين يعني فزنا المركز الأول وهذا لا أنهار لا عيون لا شيء وفزنا الحمد لله مواسطة لا أبدا الدليل موجود الدليل جربوا عد ماء المجلس شوفوا زين وزين هذه العالمية عد هذه الله يسلمك بالنسبة لك ماء المجلس عدنا كل دورة الإنعقاد نقوم بفحص الماء عندكم صدق نعم بطلب من رئيس مجلس الأمة ممتاز نقوم بفحص الماء من الماء كل ما عندكم بشرتنا عيل بالخير بشرتنا بالخير لله الحمد وإلى الآن يعني ممكن كثير من المنازل ما قاعد تستخدم الماء الحنفية يعني حين بدأوا يكون الفلاتر كل فلتر الش كبرى بدأ ولأ يعني العلب المياه المعدنية يستخدمونها بالبيوت فإلى الخوف موجود إلى الآن بالنسبة للخوف إذا خاف الإنسان هو أول شيء ما عنده علم فيه نعم إذا جهل بالشغل لا يخاف منها صح وإحنا خذنا على عاتقنا في وزارة الكهرباء نعم أنه دائما أن نتواصل مع الجمهور في المعارض التي نسويها في الندوات وعدين وصلنا لهم إلى حتى المولات نحن نجيهم في داخل المولات نقوم فيهم وتعريفهم على جودة المياه في الكويت وخاصة الآن خاصة في عملية التواصل الاجتماعي لأنه قبل كان إعلاميا حق الوزارات والحكومات إعلاميا نحن كنا مظلومين فيها بس حاليا في التطور الآن الموجود الآن السوشيال ميديا الحمد لله فتحنا أبواب كثيرة الحمد لله مساعدتكم ومسهلة عليكم الحمد لله وندسة خديجة طبعا تاري زيارة لتش لنا هنا ساعة المباركة إن شاء الله يعني كلمينا أيضا على ذكر بأنه كان فيه خوف عادي لكن الآن بعد الجائزة وبعد المصادر المعروفة بأن مياه الجودة للكويت عالية جدا طبعا نحن نتخوف المستهلك مثل ما قال بوحمد هو لأنه ما عندهم علم عن كيفية إنتاج المياه في الوزارة يعني إنتاج المياه في الوزارة يكلف الدولة جهد كبير نحن نرى بس المبلغ المادي أو اللي قاعدة تصرفها الدولة لإنتاج المياه في الكويت الجهد البشري هذا اللي هو لما يأخذون ماء البحر ويحلونه بالمحطة وبعد ذلك يمر في بروسس طويل جدا لما يوصل للمستهلك هذه كلها بجهود العاملين في وزارة الكهرباء والماء من مهندسين وفنيين ونحن نفتخر أيضا بشغلة في مركز تهمية مصادر المياه بالذات نحن 99 من الموظفين عندنا في مركز تهمية مصادر المياه وهم كوتيين من فنيين ومهندسين وإداريين ممتاز هذا شيء يسعدنا أكثر فإذا بالنسبة لجائزة الجائزة ليست جائزة هو ترتيب عالمي حصلت عليه الكويت من خلال منظمة الصحة العالمية ومن خلال اليونيسيف الكويت حصلت هنا إذا ترى عندنا بالتقرير طبعا المنظمة الصحة العالمية كان عندها مثل مبادرة هي مبادرة لاستدامة المياه من خلال برنامج الإنمائي الأمم المتحدة كان عندهم 17 هدف من ضمنها الأهداف كان فيه هدف خاص بالمياه الهدف الخاص بالمياه ركز على ثلاث نقاط اللي هي تكون المياه ذات جودة عالية ونظيفة تكون المياه هذه تتوفر للمستهلك باستمرار دائما تكون بأي وقت تحتاجها يقدر يستخدمها وتكون أيضا نقطة ثالثة أن تكون هذه المياه متاحلة بأسعار معقولة فعلشان بهذا التصنيف الكويت خذت المركز الأول عربيا والسادس عالميا والسادس عالميا هذا رقم جدا كبير الآن مهندسة حين بالبيت ماء الحنفية أقدر أبطل الحنفية وأصب بقلاس وأشرب عادي ماء الحنفية لا يوجد شيء لكن دائما نقول استخدموا الفلتر العادي الذي هو الفلتر الأبيض السيراميك العادي سيصالوا ثلاثة يوم بعض الثلاثة هذا متعدد للمراحل نقول استخدموا الفلتر العادي لسبب أن الماء ينتج من الوزارة مياه نقية صالحة للاستخدام إلا أن وجود الفلتر هذا لما تحويه الشبكة من شوائب سواء الشبكة العامة أو الشبكة الداخلية داخل المنزل ويظل أبو أحمد أنه هم أننا أعلم أننا بأن الماء ذو جودة عالية بأننا لا نصرف كثيرا بالماء نعم وهو متوفر مثل ما ذكرت أنه في كل مكالاء الحمد في الكويت متوفر هو الماء الحمد لله متوفر مدة 24 ساعة و 7 أيام في اليوم جهود جبارة تقوم فيها الوزارة الطاقة الإنتاجية خاصة عندنا المركبة 620 مليون قلون إمبراطوري في اليوم الواحد فراها كمية كبيرة كبيرة جدا وعملية السيطرة عليها كبيرة فنحن نحاول يوم قلت لك أننا سنروح لنا حق المولات أن نوصل الثقافة حق المواطن عملية توفير الاستهلاك توفير كذا لأن هناك مشاريع في الوزارة جاية عملية توفير المياه وتخزينها حق المستقبل لأن المستقبل لدينا مجهول الماية الحين البحر متوفر كل شيء لديك متوفر الحمد لله الخير متوفر لدينا مصادر كثيرة للمياه أبدا لا إلا مصادر بيئة صحراوية بيئة صحراوية قاحلة لا يوجد شيء ولكن تساهم الله خير مهندسين للسابغين اللي فكروا في عملية التغطير ونحن الحمد لله طورنا كونية تحتية قوية الحمد لله الحمد لله الحمد لله مهندسة دائما يقال بأن استخدم المياه المعدنية وين ما تروح وين ما تمشي فالحين أنت عطيتنا فكرة أننا ممكن نشتري زجاجات هذه ونحط فيها ماينة بالبيت وينتي الموضوع ونوفر على نفسنا بعد نعم وبعدين أكثر المياه المتداولة في الأسواق هي مياه معدنية هي مياه معبئة مياه المعبئة تأخذها شركات تعبئة المياه هي مياه التي تنتجها الوزارة تأخذها الشركات بأسعار معينة وتضعها في علب التي هي القنانة الثجاجية القنانة البلاستيكية وتبيعها للمستهد يعني أنا أشتري بس البلاستيك نعم وللماي الدولة المياه الوزارة نعم أمور نشوفها الآن تقريب مع بعض عن تنمية مصادر المياه شاهدنا مع بعض تنمية مصادر المياه والمهندسة خديجة عندها شكلام تقولين تفضلي طبعا عندما نذكر أن الكويت حصلت على هذا المركز الكويت لم يحصلت على هذا المركز من خلال إدارة معينة في الوزارة أو من خلال أشخاص معينة هي سلسلة متكاملة من الماء الذي ينتج من المحطة بعد ذلك هذه تكون مسؤولية قطاع المحطات بعد ذلك يأخذون الماء المقطر ويروحون فيه إلى الكمبلكس التي هي أثناء عمية الخلط ما بين الماء المقطر ومياه اللي نسميها البراكش ووتر اللي هو الماء السليبي بالنسبة مدروسة هذه أيضا تكون عند إدارة الأعمال الكيماوية بعد ذلك يعني الماء هذا بعد ما يتعقم وينخلط يأخذ مراحلة ينرسل للخزانات العلوية والسفلية والأبراج وبعدها إلى الشبكة فدور مركز تنمية مصادر المياه بالمراقبة بالشبكة وبجميع مراحل النقاط اللي ذكرتها لك الجميع النقاط اللي فاتت أن مركز تنمية مصادر المياه يقوم بتحلق المياه يعني جهد كبير يا أحمد يعني لكم كل الشكر والتقدير بأن الجهد قاعد تبدلونه كبير بالنسبة لمركز تنمية مصادر المياه طبعا ولا نبخص الإدارات الأخرى اللي تطرغت لها المهندسة خديجة كلهم اللي موجودين كل واحد فيهم يأخذ التحاليل الكاملة للعينات بس يأتي المرجع الأخير لمركز تنمية مصادر المياه مركز تنمية مصادر المياه بلا فخر وهو يوميا يدور على الكويت كلها من البيوت من المحطات جنود مهجهلي نعم لا بس يقعدون ما شاء الله من فير الله وهم وسياراتهم وجمعون العينات يوميا يأخذون 12 ألف تحليل حق العينات اللي موجودة في الكويت كلها 12 ألف تحليل للسيطرة على جودة مياه الشرب اللي في الكويت وإحنا تطرغنا قبل هالمرة على المياه الغناني وعملية الشرب مياه الغناني ما في أحسن من شرب ماينا إحنا اللي ننتجه وزارة الكهرباء ليش لن نفرش يجيك جاهز أما المياه الغناني شون عملية التخزين شون عملية كذا ترى فيها صعوبة كثيرة فنقلل منها يعني إذا طلعنا شربنا البلاستيك هذا لكن طول ما نحن موجودين بالبيت وحتى الهال بالمدارس تعطونهم لا تعطونهم البطل هذا البلاستيك هذين يشترون زجاجات وعبوا فيهم باية صحيح صحيح رايش موندشة خديجة يعني نحن لازم نفتخر بمياه الكويت صح؟ نلثق فيها نحن بالضبط لازم نصير في ثقة ما بين المياه المنتجة من وزارة الكهرباء والماء وما بين المستهلك الثقة هذه ما تنولد بيوم وليلة الثقة هذه لازم تكون عن خلال البرامج توعوية يعني اليوم وجودنا معاكم بالبرنامج هنا ممكن اللي يسمعنا تنزرع في الثقة نعم مرة أخرى من خلال البروشيرات اللي نوزعها من خلال المؤتمرات إذا حضروا أيضا الحلقات النقاشية المحاضرات العلمية اللي تقيمها الوزارة بمشاركات الجهات المعنية الأخرى من جهات الدولة فهنا يقدر المستهلك تكون الثقة عنده عالية وديد نسبتها باستمرار ممتاز فحنا الحين نقول حق كل الأمهات أنه خلاص يعني نحن قاعد يسوون حتى شركات الماء الصغير هذا اللي يتخل بسرعة بالجنطة لا يعني ممكن تشترون أي حجم تتابونا من العينات هذه البلاستيكية وتحط تعبيب البيت طبعا ونفضل زجاج بعد نختم وياك استادي أحب أن أقول آخر كلمة بالنسبة لدينا تنسيق كامل مع إدارة البيئة هيئة البيئة نعم جميع النتائج المياه الشرب اللي موجودة ننتجها في وزارة الكهرباء موجودة على السايت في بيئتنا الخضرة نعم تقدر تطلع عليها وتأخذ النتائج كلها وتطمئن لها لله الحمد وآخر كلمة لدينا مهندسة طبعا نحن دائما نقول أننا بوزارة خدمية وزارة تقدم خدمات للمستهلكين طبعا نحن دائما نستخدم نتعاول مع أجهزة فإذا كان هناك أي طارق يحدث فنتمنى أن المستهلك يتحملنا وأيضا نتمنى من المستهلك أن يزيد عند الوعي باستخدام الأدوات التي ترشد سواء ماء أو كهرباء لأنه بالنهاية لما يرشد يوفر على نفسه من خلال فتورته كلام جدا جميل ويعطيكم ألف عافية ضيوفي الكرام كان معنا المهندس مشعل ناصر سعيدي مدير مركز تنمية مصادر المياه والمهندسة خديجة عبد الرضا مشاري من مركز تنمية مصادر المياه دعوكم معنا بعد الفاصل وعن محمية جدا جميلة محمية الجهراء